أكد الدكتور أحمد محمد الأنصار الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تم البدء في تنفيذ خطة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمواعيد الأشعة بمجمع السلمانية الطبي وفق السراتيجيات المدروسة وأوضح الرئيس التنفيذي أنه بناء على دراسة الوضع الحالي للخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي فقد تم إعداد استراتيجية لتقليص مدة انتظار مواعيد الخدمات الصحية المختلفة وتم البدء بمواعيد الخدمات التشخيصية بقسم الأشعة نظرا لأهميتها كخدمة داعمة ومساندة للخدمات الأساسية التي يقدمها المجمع الطبي كما تم البدء بتطبيق المرحلة الأولى من هذه الخطة على المواعيد الخاصة بأشعة السونار والأشعة المقطعية بمعدل يتراوح بين 55 و60 مريضا إضافيا يوميا